أهلا بحبيبات الملكات الغالياتة وإن شاء الله يارب تكونوا في خيرات وراحة واستمتاع ونعيم اليوم رايحين نكملوا في موضوع الأنثى الدارك اللي قلنا فقط هذا الدارك هو تسمية فقط يعني الأنثى المتوازنة ذكورتها مع أنوتتها واللايت نستحى مع الدارك نستحى يعني ظلامها مع نورها يكونوا متوازنين داخلها والفيديو التعني اليوم قوة قوة يعني النقاط اللي راح نذكرهم قوية جدا والاستفادة راح تكون قصوى فياريت تعطيني واذنك وتسمعي نصائحي لليوم لأنها تفيدك بقية حياتك كل ما توازنت فيك طاقة الأنوثة والذكورة كل ما كنتي أقرب لفترتك وكل ما كنتي جذابة ويحترمك الجميع وأيضا كل ما كنتي فارية صلاحة كما نقولوك وعيشة حياتك سواسوا وأيضا تكوني داخليا مش غير تمثلي تكوني في حالة سلام واستقرار نفسي يعني مش غير مقلقة وحدك وحدك وتضربي بولادك وحدك وحدك وتصرخي وحدك تكوني مسترخية تكوني أعلى بها للناس المسترخية ونساء المسترخيات يقدروا يحققوا أهدافهم بيسر وسلسة في اليوم راح نحكو على أخطاء اللي ما تحملهاش الأنثة الدارك أو المتوازنة بداخلها الداركنس واللايثنس داحا نبدأ قبل ما نبدأ أولا حن يعني أطلب منكم طلب بسيط أنكم تعملوا لي لايك فقط لتشجيعي وشكرا شكرا لكم على كل واحدة وضعت لايك أو وضعت سبسكرايب أو وضعت تعليق شكرا لها وطاقة أرسل لها طاقة حب كبيرة إن شاء الله تصلها أول خطأ نطرقه له اليوم هو التكبر الزائف اللي ماشي في محله زائد عدم طلب المساعدة الأنثة الدارك قلنا هي صح إنسانة مسؤولة وصح إنسانة ديرها أولوية أولويات حياتها أنها تتعلم تدير الرحة كلش كلش تتعلم في ذا الحياة وتوفر الرحة لكن في نفس الوقت لا تتكبر التكبر الذي لا يصب في مصلحتها مثل الأنثة اللايت الأنثة اللايت تلمو عندها تقبل جانب واحد من حياتها فقط يعني الأوذر سايد طافي فتتشنف بالخف على حاجات تفهين وذلك تشنف ضد مصلحتها في غالب الأحيان تتشنف وتخسر فايدتها ومصلحتها مثلا مش هي تتشنف فقط في وين كما قولنا الدارك ثاني تتشنف ولكن تتشنف في مصلحتها تتشنف عند وضع الحدود عند لا أدري عند ما واحد يتعدى المهم حقوقها ولكن الأخرى لا لا تتشنف وين تخسر مصلحتها اللايت رح نعطيكم مثال تفهموا بالأمثلة أحسن مثلا اللايت مثلا عجبتها ماكلة عند ناس دارها وتلمو يعرفوها هي تتشنف وتخسر مصلحتها بالخف مالاوش يديروا لها يروحوا يشعلوها هي قلنا انها سريعة الاشتعال فيرموا لها كلمة مثلا يقول لها سمنتي ويقول لها كليتي بزاف ولا اي انتقاد ولا وزوج كلمات ولا كلمة بسيطة تحبس من الماكلة وترفض روحها وتسمح في حقها فبالتالي هما يربحوا وهي بقى جعانة فهنا خسرت مصلحتها الدارك مثلا ما ترفض حتى كلمة فوق مصلحتها مهما انتقضوا تكون في وجههم مثلا كونجات في بلاستات تكون في وجههم وتضحك عليهم هما اللي يضطردقوا بسكوا مدى وشو كنوا حابين المهم الدارك تحقق اصلاحها وهو ما يعوموا بحرهم بغوا يكلاتوا يكلاتوا ويكلاتوا ومشي سمعها هي قعب حكايتهم تقضي اصلاحها وايضا في جانب المساعدة قلنا جانب المساعدة اللايت تلمت خاف الهضرة والانتقاد والمن على الناس اللي يدير فيها الخير مثلا تقول لك يروح يهضر مرايا ما لا تدير اما لا تتجنب طلب المساعدة من اي انسان لانه تخاف لو يروح يهضر مراها هي من مراها ويقول انه درتلها ودرتلها تخاف تموت رعبا من المن بسحة الدارك تحتاج تطلب الانسان هذا حب ساعدها ومدرها يشرك فمه يشرك فمه كما يبغى مهم هي عندها صالحتها التقضاء وحتى اذا قالوا لها لا لا ما عاونوكش مثلا عادي تروح تتحمل مسئوليتها او تحل مشكلاتها من جهة او احتياجاتها من جهات اخرى عادي مكاش غير انتا لانه هذا الاخر اللي طلبت منه المساعدة ما هو يعني رأيه ولا مساعدته ما هيش حاجة كبيرة بالنسبة لها عادي انه على بلها بلكين احتمالات اخرى او تروح هي مسئولة تتعلم وتحل مشكلتها او احتياجها بنفسها فما عندهاش الكبر الزائف وما تخافش الرفض من الاخرى لانها متصالحة مع رفضها الداخلي اما اللايت اللي ماشي متصالحة مع ظلامها تخاف من الرفض واذا مرة رفضها واحدة رفضوها تلسق هناك تولي زعمة تدير كلش واحدة وما تطلب من حتى واحد وكذا وهذا في العلاقات خلل خاصة العلاقات العاطفية لازم واحد يساعد واحد ولازم الواحد يطلب المساعدة من واحد واذا كان واحد يتهرب من مسئولياته ولا يساعد معناها هو انسان لا يستحق ان يكون في العلاقات للأسف يعني خاصة مثلا في العلاقات النرجسية نرجسي يحب غريت دمي يحب شواسي فمضطرة ضحية تتعلم انها تدير كلش واحدها وانها تحل مشاكلها من جهات اخرى فهذه الدروس هتتعلمهم ولكن للأسف هو لا يستحق هو انسان لا يستحق العشرة المهم انه اللايت ماذا ترى؟ ترى انه المساعدة او طالب المساعدة من الاخر هو ضعف وتكون رافضة للرفض يعني لما تشوف رفض ما تتحملش فلذلك تولي هاربة من ذلك الرفض بانها تفرصي على روحها انها تدير كلش الروحة ماشي من باب تحمل مسئولية كما الدارك لا لا من باب تجنبا وهروبا من الخوف ومن الرفض فيه فرق كبير انك تروح تتحملي مسئوليتك وانتي خايفة من الرفض وخايفة من الخوف وخايفة من الرفض وما بين انك تحملي مسئوليتك من باب اني ملقيش لي ساعدني ولا خلاص هذا الشي انا نحلو بنفسي من باب المسئولية ماشي هروبا من الرفض اللايت تديرها هروبا والدارك تديرها مسئولية او ملقيش لي ساعدها تمام؟ ما تديرهاش من باب اثبات القوة وانا قوية وانا لا احتاج الى الاخر يعني هي نورمال متصالحة مع الاحتياج عارفة بانها انسان وعندها احتياج عادي فلذلك الدارك و و ماذا تعمل بهذه الطاقة تفتح كل مسارات الطاقة عندها وتبدأ تستقبل على بيها الدارك ونقولوا واو كاين انسا يستقبلوا كم يستقبلوا يستقبلوا سواء مادية او ايش باع نفسي يستقبلوا بزيف الأنثى تستقبل بزيف لأنه ما عندهاش مشكلة مع الإحتياج عندها إحتياج تعاملوا عادي مع الآخر ولا ما قدرش الآخر تطلب مساعدة من جهات أخرى وكذا المهم أن تحل مشكلتها بسلاسة لأنها متصالحة مع الإحتياج اللايت مش متصالحة مع الإحتياج كيفها وش قصدكم أنا نحتاج ملا وش يصير لها تغلق الاستقبال لها بالكالنات النقطة الثانية أو الخطأ الثاني هو استمداد القيمة من الأشياء الخارجية اللايت دائما ربطة قيمتها بشيء خارجي مثلا عيلتها شيعتهم مثلا هما عيلة كذا وكذا عندهم مثلا عيلة محافظة أو متدينة أو عيلة بطبع أو مرفاء أو كذا فرابطة قيمتها أي حاجة تصرع لعيلتها الطحية معها مثلا أو رابطة قيمتها بخدمتها أو رابطتها بمالها أو رابطتها حتى بزوجها أو بأولادها فأي تغيير يقع في هذه الأشياء هي تنهار وتضطرب فلذلك لا تقدر تعيش مسترخية لا تعرف تعيش حياتها وهي مسترخية دايما قلبها مزبوط يعني شدته بالسكوتش دايما خايفة لك اش واحد من هذو يروح تروح فيها معاه مثلا إذا ربط قيمتها بزوجها إذا تضربت معاه تنهار وعلى طول تخمم باللي ذوك يروح ويخليها وكذا ومنها وش يقولوا عليا الناس وتبقى تخمم وش يقولوا صحاباتي في راسها وش يقولوا عليا الناس وش تقولوا عليا صحاباتي وش يقولوا عليا فلان وفلان تبقى غير تخمم هكذا فما تعرف تفري صلاحها ولا تتنازل يعني تتنازل على روحها باش تبقى معاه وكذا وكذا إذا ربط قيمتها بالمال مثلا أو الشغل التحى إذا صرى حاجة فيه خسارة ولا تنهار إذا بولادها مثلا ربط قيمتها بولادها إذا مرض واحد فيهم تضطرب إذا توسخ ولا بهدلها برة تحسب اللي هي رهي تتكر كرمشي وليدها وليدها وهي هي لانا المهم الإنسان هذه متعرش تسترخي في حياتها على طول شدة قلبها بسكوتش الدارك المرأة الفتاكة اللي نسميها أنا لالا قيمتها من روحها طبعا هي تسعة كل حاجة باش تديرها في الحياة عادي ولكن كلش بالنسبة لها استمتاع قيمتها مستمدة من روحها لأنها تعرف روحها جيدا ما الذي يسعدها وما الذي يفرحها وتعرف تصنع من الصفر بنفسها هي مسؤولة وغير اعتمادية فبذلك عايشة ريلاكست في حياتها يروحوا يروحوا يقع والله يسهل عليهم المهم هنا ومهم لنعرف نصنع ساعاتي من الصفر بروحي وتالمومت صالحة مع ظلامها ومع جانبها السلبي عادي أي حاجة تظهر تخرج أي حاجة مثلا يخرج اخبر انها هي راي متضاربة مع رجلها ولا عادي معناش كمشكلة مثلا سمعت ناس يضروع لي هم ضاربة مع رجلها يا له هذاك رجلي ولا مثلا دار خطأ أمام الناس مثلا رجلها دار حاجة مخلة بالحياة ولا محرجة ولا معناش كم مشكلة علىه مشي ما تديرش موقف تدير موقف ولكن ما تحسش بالاستفزاز وأنه بهدني وأنه أنا قيمتي راحة لا قيمتك عندك خويا هذا هذا رجلي وهذا أنا ما نش مربوطة به الله يسأه هو لا يمثلوني وأنا لا أمثله تدير مثلا ردود أفعال ولا تدير حدود ولا لا ولكن غالبا ما تدخلش في الحاجة اللي ما لازمش تدخل فيها لأنه ما هي شراب تقيمتها وما تنهارش بسبب أنه كان غير مثلا ماشي متربي ولا لا تنهار لأنه هو هو وهي هي 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 وأولادها أولادها هي هي وعيلتها عيلتها مثلا هي عندها دي بخانسيب ومثلا خدها ولا ما عندهاش دي بخانسيب ولا ولا أخوها ولا يدب الراسه حيث هي لا تخجل في مكان أحد هي هي أخوها أخوها هي هي واخدها خدها من فصلة هي عليهم فاصلة قيمتها على أي حاجة لكن اللايت رابطة قيمتها بكل شبره فأي حاجة تصرى برا هي مخلطة هي رأي مخلطة معها تنهار معها إذا فضيحة خرجت مثلا في عيلتها ولا هي تخبي وجهها إذا مثلا خدها دارت حاجة هي تخبي وجهها إذا رجلها دار حاجة خلاص تحسب لي هي تبهدت وتخبي وجهها إذا وليدها مثلا صرخ ولا عمل حاجة مثلا برا تحكمه تقتله ولا تقولوا هاجبت لي العار إذا قال هطيني ناكل أمام الناس ولا قال ولا سب مثلا أمام الناس مش تروح تعلمه ولا تروح تقتله علاه لأنه هي رح يحاسب العار النساء اللي يضربوا ولادهم على الحاجات العادية يعني لوساخ ولا الحاجات اللي يديرهم الأطفال عاديا كي يكونوا يلعبوا ولا يسبوا دفو لأنه الأطفال يحبوا دفو ويكرروا الكلام اللي يحسوا أنه نادر ويقولوا لهم ما تديروه شو كذا يعاندوا أحيانا ف يعني هذا عادي بالنسبة للطفل أنك تعلميه النساء اللي يضربوا أولادهم هي رابطة قيمتها بأولادها اللي يضربوا أولادهم معنا هذه الأشياء هي رابطة قيمتها بأولادها النساء اللي تقعد يقولوا لها وليدك سب وليدك دار وليدك مثلا عيط على رجل كبير ولا كذا تحكم و تعلموا كذا هذه مرة مش ربطة قيمتها يعني هذه أنت متوازنة مش ربطة قيمتها بوليدها عادي ولدها ولدها وهي هي مش هي سبت ولدها هو سب أروح نعلمك مش هيك يقول لها ولدك مش متربي ولا بابك ولا خوك مش متربي ولا أختك مش متربية هي خلاص هي تنهار معها لا كل واحد يمثل نفسه تمام في النقطة الثالثة أو الخطأ الثالث هو عدم وضع نفسك أولوية حياتك ثم يأتي كل الباقي هذا قولي لي كوكوس رأتينا به بالصح نعاوده لكم ومدام تكرر عليكم فمعناته أنه عندنا مشكلة فيها الأنثى اللايت تهمل نفسها في سبيل خدمة الآخر قبلها العلاش لأنها تتجنب الأحكام ولأجل الحصول على القبول والريضة وهذا الخطأ ورغم أنه تابعاته دايما تخيب ظنها دايما تخيب ظن ذي الأنثى لكن الإيقو التحة ما تمسك في الاستمرار على القيادة ما تتعلمش درسها تقعد غير تتخبط في هذا الدرس وما تتعلمش قاعدة مكررة حفظيها يا حبي كيفما تعاملين نفسك تعاملين من الخارج أنت لستي أولوية لدى نفسك إذن لستي أولوية لدى الآخرين قد تقول لك اش وحدا تقول لي اه أنا ولغلقيت نتائج تعد تضحية نضحيت بنفسي من أجل فلان وفلان وهو رجع لي رح نقول لك حبي don't believe don't dream بالك تأمني وبالك تحلمي بالك تحلمي باللي أنك كنتي أولوية لدى الآخر وانتي ما كيش حطى نفسك أولوية وإنما شاطط له شاطط له الوقت وشاطط له الطاقة وأعطاك منها لكن لم يضحك أولوية أبدا أو أو كين حاجة هذه واسمه يستعملها النار جيسي كيكون رح يستقبل منك القناطير بس كل أمت الله تعطي بالقناطير وتستقبل بالكيلوهات تعطي بالأطنان والقناطير وتستقبل بالأنصاف الكيلوهات أما الدارك لا لا تعطي تستقبل نصف كيلو تعطي نصف كيلو ألا بها تولي تستقبل أكثر باش يحفزوها على أنها تزيد ويا يعني يعطاها يكون متوازن جدا المهم أنه بلكي إذا شفتي الآخر أعطاك شوية وانتي ما كيش دايرة نفسك أولوية وتشوفي الآخر أعطاك تحسبي باللي أعطاك بس كدارك أولوية نو بس كنتي ركي أعطيتي له بالقناطير حاسبي نفسك بلك حاجات ما كيش تشوفيهم كامل حاولي أنك تشوفيهم بالصح لن يضعك أولوية أبدا ما دام أنتي لم تضعي نفسك أولوية حياتك أنا مش أقول لك بس كي على الآخر ولا همليه ولا لا وإنما أنتي أولا ثم هو هذا ما كان لذلك يا حبي إذا كان في حياتك يجيك الإهتمام نادر جدا تحوسي عليه بالشمعة في حياتك والذل يجيك بالقناطر فمعناته أنتي ما كيش حطى نفسك أولوية أما الأنثى الدار كالعكس تماما يجيها الإهتمام بالقناطر شابعة إهتمام من الآخرين لأنه هي مهتمة بروحها وحطى نفسها أولوية حطى شكلها أولوية حطى صحتها أولوية حطى وعيها توعيتها أولوية أكلها أولوية عملها أولوية يعني لبيها تلحق لدرجة إيمان ووثقة قوية بنفسها وتحس بالاستحقاق الحقيقي لذلك تبدأ تستقبل من برة بالقناطر كما في الداخل تمام رابع خطأ كتم المشاكل وبالتالي المشاعر تتراكم تأجيل البكاء تأجيل التعبير تأجيل حل المشاكل هذا ما تفعله الله تظن منها أنها تحافظ على علاقاتها بهذا الشكل وأن هذا صلاح وهذا صبر وهذا تدين وهذا تخاف لا يقولوا عليها واقحة تخاف يقولوا عليها غير صالحة وكذا 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 بعدين هل أين تذهب تلك المشاعر؟ هي تحسبها بلي راحة تفوت الحالة وتقول لك المشاعر راحة وهي وش يصرى لها؟ يصرى لها تراكم المشاعر عمرها ما تروح حكيك بدون تحرير المشاعر هذوك تطلقهم وهم فاسدين المشاعر كيكونوا طازجين يكونوا أفضل يكونوا أخف يكونوا أقل ضرر المشاكل كيكونوا طازجين يكونوا أقل ضرر يتحلوا بالخف المواجهة أيضا تكون أسهل خصك باش تواجهي غير واجهي لأن المواجهة الآن أسهل من بعدين الدارك هكذا تفعل تعبر في الوقت تواجه إن لازم الأمر في اللحظة تهدر على حقها حالا وتفضل أنها تحل أي مشكلة في وقتها ولا تدعها تتراكم وتفسد وهذا ما يجعل حياتها متوازنة أكثر ما فيهاش رسائل هكا فوق الطاولة غير مفتوحة غير مقروعة ما عندهاش كلش مفتوح ومن ضيوان في مكانها أما اللايت تراكم 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 تقول لك أني نحافظ على العلاقة وأنني نفتي في المشاكل وكذا وكذا من بعد كاش نهار يصرى موقف وتنفجل لأنك ما تقدري يش تخبي حقيقتك حقيقتك تظهر تظهر يا إما تظهر في شكل حادث يفجرك ويخرج منك قعل الزفت القديم أو تم مرضي خرجها جسمك حقيقتك لشكل أمراض تمام؟ فهنا إشارة مهمة مهمة جدا صعبتي تحمل المسؤولية النتائج عند النتائج مهمة كما عند اللايت الم UCRI&T تق participants أن تتحمل النتائج وأن عندbai تجعلها اذا تحمابي حدث تقعد عندما تعبر عن ذاتها تكون مستعدة وتحمابي أي نتيجة لا تعبروا عمل تندم لا تعبدواحد تبس الرجلين تعبرواها عن تؤمن الن lleش حدود تقعد والتي تصماذت تبنيه واضح. ليس كما اللايت. اللايت تبنيه في الصراعات وكذا. وبعد ذلك يأتي النرجسي وفي ركلة يهده لها. لأنه تهدرون بعد تندم. تعبرون بعد تندم. ليس متحمل النتائج. ليس متحمل الخسائر. الدارك تتحمل كل الخسائر اللي ممكن أنها توقع ويحس. على بيها قتلكم النرجسيين لا يدوروا بالأنت الدارك المتصالحة. لماذا؟ لأنه يحس بأنها قابلة لكل الخسائر معها. فبالتالي ما عنده ميد لها. النرجسي. النرجسيون في حياتها ما يأذيوهاش. ليس كما اللايت. اللايت هي مرتع مناسب للنرجسيين. خامس خطأ هو يا حبيب تسمعيني مليح. أنت مرأة. أنت أنثى. تكذيب الروح أو الحدس. حدسك يا حبي هو أنثتك. كلما استمعت لحدسك كلما نجحتي في حياتك. طبعا أيضا تقولي للعقل يا كوكو والمنطق أحيانا لازم. نعم أحيانا للعقل والحسابات والمنطق وكذا لازمين. لكن حدسك لا يخطأ. هذه فضيلة كبيرة أعطاها لك ربي. أعطاها ربي للمرأة فطريا أكثر من الرجل. المرأة تحس بطريقة ممتازة وبطريقة عميقة. إحساسها جد عميق. لما تعيشي في الحياة بما قاله فلان وعلان وكذا وكذا تغرقي. لأنه هذا برامج. قالت الأمي كذا. صديقتي قالت كذا. خالتي قالت كذا. أختي قالت كذا. قال المسلسل كذا. راجلي قال كذا. هذا قعي غلطوك على لأنهم بشر. حدسك هو صوت روحك. قل الروح من أمر ربي. الروح من أمر من؟ من أمر ربي. أمر الروح هو من الله. لا يخطئ. هذا الشيء فصلت فيه في دورات تعالواعي. لبالي ناس الوعي. رغم فاهمين هذا الشيء. أمر الروح هو من الله. لا يخطئ أبدا تدربي على سماعي في حياتك. تنجحي. قراراتك بيدك. عادي تسمعي وتستشيري. لكن دايما قرارك تخذيه من داخلك من حدسك. في هاتفك، ليس من فيتلانة وهم. ونتي لداخل حدسك راهي عيات يقولك لا لا تصرفي هكذا. هكذا تنجحي في الحياة. حي حال من الوحدة تقولي اندمت اللي ما اسمعتها اليهم. اندمت. سمعت صوتي الداخلية ويقولي ما تدخليش في ذي العلاقة. السمعت صوتي الداخلية ويقولي ما تدريش هذا الشيء وما تروحيش هنا وما تدريش هذا القرار وقدرتم وكذا وكذا وكذا. سمعي صوت حدثك حتى ولو كنت في علاقة سامة سمعي الصوت حدثك عادة اللايت كيف تتصرف اتصرف باش ما نغذبش فلانه باش ما نغذبش امه علاجة البابة درت هكا علاجة اليمة تزوجت علاجة البابة درت في ذي العلاقة علاجة فلان درت هكا باش يرضى دائما عايشة في انه من زعب شذا ما نغذب شذا صوتها الداخلي لغيته تماما لكن الدارك مستمعة جيدة اللي حدثها على بيها فريع امورها جيدا والاخرى تعلمت غير في جال فلانه في جال فلانه في جال فلانه تعلمت غير التضحية البيخة اللي ما عندها حتى فيدة في الحياة سادس نقطة او سادس خطأ هو عدم عيش اللحظة الدارك في عرس في حفلة في خرجة ترمي الدنيا مراهة ويعيروها يقولوا ما عندهاش القلب وكذا ومنه ومنه اللايتس تدي كل شفير راسها تخرب به اللحظة لا تستمتع لا تغرق في اللحظة لا تتذوق الآن وما يحدث في الآن تقولي لها خرجة وكل رزع ما يكون فار прим وراهة تبقى تفكر من الواحد 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 ولا ترتاح وما يمكن ترجع للدار عقلها في واحد وخرين يكونوا برا مهم ما ترتاحش في الآن مهم ما تتهنايش في الآن وقال فلان جاع وقال فلانernessخت KAR وقال Möglichkeit خرج وقال فلان دخلة العطار وقال shed chen catching وقال ذو jotka عيض وقال رزديه مهم.. لا تعيش في اللحظة لا تجعل الأخرين مثلا اذا وقعوا في مشكلة يخبرواها لا تسنى شكل.. لا.. هي تبقى تخفم فيهم هي على طوق ثم تتعايد تليبون وتعيّطوا فلان وشكثير وتكون تتعايدة للأخرين في الهاتف في كل دقيقة مهم برّ اللحظة وخلاص الدار كي تكون في الدار رهيب عقلا يا راهي بخدمة عقلا يا راهي هناك كي تكون في الصلاة عقلها هناك كي تكون في الأسبوع مع زوجة صلى عرسة عقلا هي هناك كي تكملها ترجع للروتين هولا على بيها الدار كي تخرج ولا تدير حاجة ولا تكون عايش اللحظة تشحن طاقة من أي شيء وترجع بطاقة إنجاز كبيرة في حياتها الأخرى ترجع من البراء تسوق حالتها أكثر ربما تكره دارها ربما تكره ديكورها تكره زوجها تكره أولادها تكره ذيك الخرجة اللي خرجتها تندمع ليها علاش لأنها لم تجدد طاقتها لأنها لم تعيش لحظتها على بيها ترجع مكرفسة سابع نقطة واللي هي مهمة جدا كره الذكورة وعدم التصالح معها ورفض الأنوثة جاعة اللايت فيمنين شفتهم متعاسرين مع ذكورتهم بشدة لذلك علاقتهم مع الرجل فيها صراعات كثيرة كبيرة لأن الصراع هو داخلي في الأصل ذكورتك لازمة وأنوثتك لازمة ذكورتك تصالحي معها بي أخذ خطوات نحو أهدافك نحو نجاحك نحو ثروتك هذا لن ينقس من أنوثتك شيئا وأيضا تصالحي مع أنوثتك لأنك أنت أنثى ولازم تكوني جميلة ولازم تكوني أنيقة ولازم تطهل لي في روحك وكذا وتستقبلين تفتحين أبواب لاستقبال وتستعملين نقاط اللي قلنا عليها كامل في هذه الفيديوهات الأخيرة اللايت تعتقد أنه إذا نجحت بزاف وأصبح عندها مال وخدمة وبيزنس وكذا ترجع ذكر لذلك وش تدير تستسلم للكسل عند أول فشل وترمي مسؤولية حياتها على الرجل اللي يكون معها فتصبح عالة سامة عليه فيسيء معاملتها واللايت أيضا اللي تكون نرافضة لأنوثتها أيضا تكون تحكم على أي إنسان تكون جميلة برا فلذلك هي تصبح غير جذابة للذكر اللي يكون معاها فيسيء معاملتها أيضا لأنها منفرة ما يقول لش عنده انجذابت لها ونلقاه في بزاف نلقاه رجال تحهم يميلوا للخيانة ويميلوا الأشياء أخرى رغم أنه بلك هو يقول هدي ما يريش وكذا ولكن هو داخله فطرته تقول هكذا يعني هو حتى كلامه برامج ولكن فطرته تقول هكذا فينجذب للأنثى المتصالحة مع أنوتتها قاعدة ديها من عندي أي أنثى كل أنثى رهي عاملها الذكر المقابل لها بسوء معناها عندك كارما في ذكورتك أنت تتصارعين مع ذكورتك اللي هي أصلا 20% مع حياتك فقط يعني رفضتها تماما كي لغيتها عندك رفض صريح لها وعندك رفض خفي لأنثتك ركي تحربي فيهم للزوج غير تتصالحي معهم وتبدأ يتفعلي فيهم في بيزنزك في مالك في علاقاتك في حياتك العاطفية بنسبة فقط الذكور 20% والأنثة هي 80% وشي صار لك حياتك تتزن من كل الجوانب يا حبي أنت محتاج الطاقتين محتاج الأنثة والذكورة لا الأنثة وحدها الأنثة وحدها 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 تنقلب إلى ضعف ومياعة ولا الذكورة وحدها الذكورة وحدها تنقلب إلى صلابة ومنطق متطرف فالنوعين من الطاقة وبنسبها الأساسية 80-20% تنجحي في حياتك أتمنى أنك تحطي لي تعليق وشي النقطة لقاستك كثيرا في هذا الفيديو وقلي لي كيف تتصرفين بشأنها وأيضا اقترحي لمواضيع أخرى ديرها لك في القناة التاعي والسلام